مرحبا بكم حل المسائل صياغة نص وطرح أسئلة مرجع الجديد في الرياضيات للسنة السادسة ابتدائي إذن أمامنا النشاط الأول أحدد من بين النصوص 1, 2, 3 و 4 ما يناسب كل جواب من الأجوبة A, B, C و D إذن أمامنا أربع مسائل وحلول هذه المسائل هي التي تمثلها المعطيات A و B, C و D إذن سنقرأ المسألة الأولى وسنبحث عن حلها من بين هذه الحلول المقترحة علينا إذن 1. اشترى أحمد أدوات مدرسية بثمن 87 درهما وبقي له 12 درهما ما هو المبلغ الذي كان يتوفر عليه إذن هذا هو السؤال إذن أحمد اشترى أدوات مدرسية بثمن 87 درهما وبعد ذلك بقي له 12 درهما إذن ما هو المبلغ الذي كان يتوفر عليه إذن منطقيا فأحمد صرف 87 درهما وبقي له 12 درهما بمعنى ما هو المبلغ الذي كان يتوفر عليه إذن كي نعرف ما هو المبلغ الذي كان يتوفر عليه سنقرأ عملية الجمع إذن سنقرأ أدوات مدرسية بثمن 80 درهما إذن 87 زائد 12 درهما هي 99 درهما إذن هذا هو المبلغ الذي كان يتوفر عليه أحمد وبالتالي فالمسألة الأولى يناسبها الحل رقم واحد إذن هو هذا اللي عنا فيه 87 زائد 12 والجواب هذا منطلوب مننا نديره ولكن نحن نديره إذن أحمد كان يتوفر على 99 درهما وكما رأينا صرف منها 87 درهما لشراء أدوات مدرسية وبقي له 12 درهما إذن نمر إلى المسألة الثانية يزيد المبلغ الذي يتوفر عليه حسن بـ 12 درهما عما يتوفر عليه إبراهيم إذن اللي بغينا نعرفه هنا هو أن حسن عنده كتر من إبراهيم بـ 12 درهم إذن أحسب المبلغ الذي يتوفر عليه إبراهيم إذا علمت أن مبلغ حسن هو 87 درهما إذن حسن عنده 87 درهم وعنده كتر من إبراهيم بـ 12 درهم إذن ما حال عند إبراهيم؟ إذن كي نعرفه ما حال عند إبراهيم يجب أن نطرحه 12 من 87 إذن نعمله 87 ناقص 12 ونعرفه المبلغ الذي يتوفر عليه إبراهيم إذن هذه العملية التي ستناسبها إذن 87 ناقص 12 إذن هذه المسألة الثانية فتناسبها السيء وإذا نريد أن نعرفه ما حال عند إبراهيم سنقوم بـ 87 ناقص 12 سنقوم بإبراهيم عنده 75 درهم ثم المسألة الموالية يصفف محمد 12 قطعة من الحلوى في كل علبة ما هو عدد القطع الحلوى اللازمة لملء 87 علبة إذن أحمل كيأخذ 12 قطعة هذه للحلوى وكيوضحها في علبة إذن بشي يملأ 87 علبة ما هو عدد قطع الحلوى الذي يلزمه إذن كيأخذ الجواب للحل سنضربها 78 علبة حيث كل علبة ستكون فيها 12 حلوى ونرى ما هو عدد القطع الحلوى الذي سيحتاج إذن هذه المسألة الثانية فالجوابها هو هذا هو الدي بمعنى سنقوم بـ 87 علبة كل علبة سنضع فيها 12 قطعة من الحلوى ونرى ما هو عدد قطع الحلوى الذي سيحتاجه ونحن نبحث عن الحلوى وعلى أنه سيحتاج 1044 قطعة من الحلوى ثم المسألة الأخيرة اشترت سعاده 12 دفترا اشترت 12 دفترا بـ 87 درهم هذه 12 دفتار كاملين اشترتهم بـ 87 درهم وحسب 8 دفتار واحد اشترت 8 درهم ونقسم 8 دفتر الواحد المسألة الرابعة فهي تناسبها يناسبها الجواب بـ 8 ونحن نعرف 5 دفترا سنقسم 87 على 12 ستعطينا 7.25 إذن 7.25 هو 8 دفتر هو 8 دفتر الواحد نمر إلى تمرين الموالي أضع سؤالا وأجيب عنه في كل من 1 إلى 4 ثم أقارن ما توصلت إليه بما توصل إليه أصدقائي إذن كل مسألة أو كل معطاة من هذه المعطايات سنضعوا عليه سؤال ونجاوبوا عليه ونقارنوا بالأصدقائي لماذا؟ حيث أنا ممكن أن أطرح سؤال والصديقين لا يطرح سؤال يطرح سؤال آخر ويجاوب عليه إذن هنا هنا هذا المستطيل الذي ترى هذا المستطيل طول A B وهو 6 سنتيمتر وطول B C هو 4 سنتيمتر إذن ما هو السؤال الذي يمكن أن أطرحه مثلا هنا يمكن أن أطرحه أحسب محيط المستطيل A B C D أو أحسب مساحة المستطيل A B C D أحسب ونجاوب عليهم مثلا إذن قلنا السؤال الأول سنقوم على هذا المستطيل أحسب محيط المستطيل A B C ونجاوب عليهم القاعدة المحيط B تساوي طول في العرض مضرب في أو عفوا طول زائد العرض مضرب في 2 التي نريد أن نعوض ها سنضرب 6 زائد 4 6 طول زائد 4 التي لدينا في العرض ونضرب ها في 2 غلقة على أن محيط المستطيل هو 20 سنتيمترا كذلك يمكن أن ترحه سؤال آخر حول المساحة أحسب مساحته المستطيل تساوي الطول في العرض أي نضرب 6 في 4 و ستساوي 24 سنتيمترا إذا هذا سنطرح نحن لأسئلة ونحن سؤال 1 نحن نحن المعطى الثاني في سنة 1999 كان سن الأب 46 سنة وسن ابنه 14 سنة نطرح هنا سنطرح أسئلة على هذا المعطى هنا ممكن تسأل مثلا ما هو سن الأب أو كم يبلغ الأب من السن سنة 2020 أو نقول مثلا كم كان يبلغ الإبن من السن في سنة 2015 و لكي نفعل الحل لكي نفعل هذا التمرين سنطرح نحسب ما هو سن الأب سنة 2020 إذا لدينا سنطرح نخصنا نحسب من 1999 تل 2020 ما هو من سنة إذا غلقوا 21 سنة و لازدناها على 21 سنة لازدناها على سن الأب الذي كان في سنة 1999 كانت عنده سنة 1999 كانت عنده 46 سنة 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 2020 هو 67 60 سنة كذلك نطرح سؤال آخر حول كم كان سن الإبن سنة 2015 إذا سنعمل أيضا 2015 ناقص 1999 سنقص بعد الفرق بين السنتين هو 16 سنة 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 1999 سنقص لأنه 2015 كانت عند هذا الإبن كان 30 سنة 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 المعطة الثالثة لدينا هذا المستقيم وهذا النقطة A لدينا المستقيم D السؤال الذي يمكن أن نطرحه هنا مثلا سنقول أرسم مستقيم D عموديا على D ويمر من النقطة A إذا هنا يمكن أن نرسم مستقيم عمودي نسمي D إشارة ويمر من النقطة A وعمودي على D سنستعمل الكوس سنجد إلى هذه النقطة وين سيكون هنا زاوية قائمة الكوس هكذا سيكون زاوية قائمة سنعلم ونكمله بالمستارة ويكون مر من هذه النقطة A نمر للمسألة الموالية المسألة الموالية فيها غادرت حافلة مدينة الرباط على الساعة السابعة وخمسة واربعون دقيقة وبها ستة وثلاثون راكبا توقفت مرة واحدة بمدينة مكناس مدة خمسة عشر دقيقة ونزل 14 راكب وصعد سبعة ركاب ثم انطلقت من مكناس على الساعة التاسعة والربع ووصلت مدينة فاس ساعة وربع بعد ذلك هنا نطرح أيضا أسئلة نطلق أن نطرح غير سؤال سوف نطرح مثلا جوش للأسئلة كيف ممكن نقرأ هذه المسألة جيدة ونرى الأسئلة التي ممكن نطرح عليها مثلا في هذه المسألة ممكن نطرح سؤال نطرح كم هو عدد الركاب الذين وصلوا إلى مدينة فاس على متن هذه الحافلة إذن كمان هذه الحافلة ركب فيها في الرباط 36 من وصلت المكناس 14 وركب 6 إذن كيف وصل للفاس إذن لنعرف كيف وصل للفاس سوف نحسب 36 التي ركب في الرباط ناقص دق 14 ونزيد ونزيد سبعة التي وركب من الغلق إذن 36 ناقص 14 غط 22 زائد سبعة هي 29 وراكب الذي وصله في هذه الحافلة إلى مدينة فاس ثم أيضا ممكن تسأل المدة الزمنية التي استغرقت هذه الحافلة من الوصول إلى مدينة فاس من رباط الفاس إذن هي وصلت مع رتيق لنا انطلقت من المكناس مع 19 وربعة ووصلت مدينة فاس ساعة وربع الساعة بعد ذلك أي من تسعود وربعة إلى الساعة وربعة غلق هي العشرة وصلت مع العشرة وثلاثين دقيقة وصلت الفاس إذن نضيف وقت الوصول ناقص وقت الانطلاق إذن إلا وقت الوصول هو العشرة وثلاثين دقيقة ناقص سبعة وخمسة وربع وقت الانطلاق غلق استغرق ساعتان و خمسة واربعون دقيقة هو الوقت لإستغرقات لتوصل للمدينة فاس نمر الآن إلى السؤال الثالث ألاحظ الفاتورة وأكتب أسئلة ثم أجيب عنها إذن قرأنا هذه الفاتورة مزيان سنرى الآن التاجير اشترى تسعة بيدلات رياضية تسعة بيدلات رياضية ثم البيدلة الواحدة هو 154 درهم فاصل 50 إذن ما هو الثمن الكلي إذن سنطرح أسئلة ونجاوب عليها إذن هنا في النقطة الأولى السؤال سنطرح ما هو الثمن الكل للبيدلات البيدلات الرياضية بالدرهم إذن شرط سعود البيدلات 154 درهم إذن سنطرح 154 فاصل خمسون وضرب في تسعة غلق على أن الثمن الكل البيدلات الرياضية هو 1390 أو 90.50 إذن نكتبها أيضا حتى هنا 1390.50 وإذن لنجاوب نحيد أداة الاستفهام ونحيد علامات الاستفهام كذلك ونجاوب 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 الثمن الكل اللي البيدلات بالرياضية بالدرهم هو كذا المعطة الثاني لدينا ستشرى 13 كرة والكرة كاملة نشرى هم 13 كرة كاملة 1690 درهم نقلب على 8 كرة واحدة شحال إذن سأقوم كم ثمن الكرة الواحدة بالدرهم إذن ثمن الكرة الواحدة بالدرهم لنعرف 8 الإجمال نقسمها على مجموعة الكرة الكمية التي شرى 1690 نقسمها 13 سأقوم 130 درهم إذن كل الكرة شرى 130 درهم ثم المعطى الثالث شرى 10 الاحديا رياضية 8 كل حداء 425 درهم فاصلة 9 إذن هنا 8 الكل 4 4 2 2 9 4 2 2 5 59 درهم وهو الذي يخلص هذا الاحديا كامل ثم هنا لدينا واحد تخفيض 321 درهم وهنا سنطرح أيضا سؤال السؤال الذي سنطرحه هنا إذن السؤال الذي سنطرحه هنا هو ما هو المبلغ الإجمالي الواجب على التاجير أداؤه بأديرهم إذن هذا التاجير فهو خلص عنده هذه الأتمينة التي خلص يؤديها ولكن عنده التخفيض هذا إذن سنطرح هذه الأتمينة كامل نجمعهم نقص تخفيض هذا و سنطرح المبلغ الذي خلص يؤديه إذن سنطرح 8 8 8 8 8 8 8 8 نقص 321.85 إذن غلق المبلغ الذي خاصه الدهوة 717 درهم فاصلة 65 إذن لا نلتقي في الفيديو المقبل لتتم أسئلة صفحة 95 لا تنسوا الاشتراك في القناة حتى تتوصلون بكل جديد إن شاء الله شكرا لكم